بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم النهاردة البنك المركزي خد قرارين اثنين مهمين جداً قرار الأولان هو مرتبط بتعومي الجنيه الجديد في السنة الجديدة كل سنة والطيبين خلى النهاردة الدولار بستة وعشرين جنيه رسمية لأول مرة في تاريخ مصر للأسف الشديد ارتفاع سعر الدولار لستة وعشرين جنيه سيكون الأول وليس سيكون الأخير لأن هناك مضاربات ما زالت السوق السوداء والسوق السوداء وصل فيها الدولار تقريباً الناس تقول تلاتين واحد تلاتين اتنين وتلاتين على أي حال كون أن هناك منافسة بين السوق السوداء والدولار معناها أن الأسف الشديد الدولار لا يستقر عند هذا التمن خاصة أن هناك مستفيدة من الوضع اللي هما الجماعة المضاربين سواء كانوا صغار مدخرين أو سواء كانوا قبار المستثمرين مثل رجال الأعمال مستوردين طجار دولار يستورد يريد دولار بأي طريقة حاله واقف مصنع واقف عنده مكان عنده قطع غيار يشتري مادة خامة حاله واقف حاله واقف سيبدأ ارتفاعات في الأسعار لأن التجار يشعر أن البنك المركزي عندما رفع الـ 26 لا يستطيع يلبي طلباتي أما لا يستطيع يلبي طلباتي للأسف الشديد حالته إلى السوق السوداء سيبدأ تزايد في المضاربات بين الحلبتين أو المصارعة بين البنك المركزي والبنوك التجاري من ناحية وبين البنوك وبين السوق السوداء من ناحية ثانية فقام البنك المركزي خد قرار اليوم وقام رافع سعر الفايدة إلى 25% وهذا أول مرة في حياتي أسمع عنه في مصر يعني أنا أذكر في التمانينات كان سعر الفايدة 24% اليوم 25% سعر الفايدة في البنك المركزي وقامت 17% التي فايدة الإقراض فإذا سأخذ قرار في البنك يجب أن البنك يديني 18% وقام ككل عادة لأن يجب أن أقول كل مرة أنني مقتنع عن الفايد من الربا حتى أصبح هذه الاقتصادية مدمرة ويجب أن نمع لكم أكثر من حلقة لكي توضح لكم النقطة أيضا أن الناس يكتب يقولون لك حرم الله ربا ما قلت لكم المشكلة عندما تكون الفايدة 25% أنا صاحب صاحب مشروع صاحب شركة عندي محل تجاري عندي ورشة أهزية سأجد أرباح 25% سيبدأ يتخلص الذي يبيع أرضه الذي يبيع شائطه يبيع محل التجاري الذي يبيع الورشة الذي يقف النشاط لكي يستفيد بالـ 25% الذي يحصل من البنك هذا أول أثر بالنسبة لنا في الاقتصاد أن الاقتصاد سيتحرم من فرص عمل سيتحرم من إنتاج سيتحرم من صادرات هذا أول أثر نتيجة رفعك لسعر الفايدة لكي يغريك لكي يغريك لا تضع فلوسك تشتري دولار أريد أن تضع فلوسك في الشهادات هنا تخيل لو تضع مليون جنيه ستأخذ 250 ألف جنيه فوائد ما قلنا 250 ألف جنيه فوائد أنت طاير في السماء أرباح خيالية ممتازة جدا ستأخذ 20 ألف جنيه كل شهر على اعتبار أنني مقيم داخل البلد فالمليون جنيه التي تحق الشقة ستأخذ مليون ورابع ممتاز جدا فرحان صرفت على بيتي أولادي أموري كلها المأساة المأساة أنني فخر السنة طالما تعويمي الذي تم من 26 جنيه ليس المناسب أو ليس المقابل الذي موجود في السوق السوداء أو السوق الموازية كما تسميها إذا البنك المركزي الفضاء على هذا الواضع والأسعار تغلى وأنا قلت لك التضخم 21.5% معنى أن الشهادة ستجعلني صغفة فقط 4% 4% هذا عائد ممتاز جدا لو اقتصاد الأسعار لا تغلى لكن طالما الأسعار تغلى كل الفوائد ستذهب بل ممكن جدا تفاجأ أن الفوائد أكلت من رأس المال رأس المال رأس المال الذي تضع من المليون جنيه يمكن أن يصفوا لك على 960 ألف حقيقة ستأخذ المليون ورابعة لكن فعليا قيمتهم ستكون أقل من المبلغ الذي تضع يجب أن أعرف ترى ما حدث في تعاون في قناة السويس قناة السويس عندما جمعوا الشهادات قدروا للناس فايدة 12% فلما تضع نفس المليون ستأخذهم مليون و120 ألف لكن المليون بعد مليون و120 ألف بعد آف سنة بالضبط مع أن الشهادات كانت لمدة خمس سنين التضخم مصر في مصر لـ 44% وهذا كان أعلى معدل منذ الحرب العالمية معنى كده من الحق في الوسوب خسر تقريبا 44% يعني أنا أخذت مليون دعنا أقول ودعنا أخذت الـ 12% الذي كانت مية وعشرين ألف أضرب في خمس سنين ياسيدي يعني 600 ألف دعنا أخذها سنة سنة المليون و120 ألف أول أربعين في المية المليون تقريبا القيمة والعائد أيضا أريد أن أبسطها لك أكثر من هذا لكي تكون بسيطة ستجد المليون و120 ألف الذي ستأخذهم الذي كان ممكن أن أستطيع في أيامها أشتري شقة الآن لأن حصل غداء في الأسعار التضخم الذي يخفض في قيمة الفلوس فالفوائد 25% لا تفرح لا تضع فلوسك في الشهادات أيضا لا تقلس فلوسك في البيت لأن اقتصادية منع لأن فلوسك ستتاكل فلوسك لا تضع فلوسك فلوسك عندما رفعوا 25% لكي تكون أكثر من سعر الفايدة في البنوك هذه نصحة مهمة ما هي البداية الأخرى؟ البداية الأخرى نحن نتحدث عنها كثيرا سواء الدهب وإن شاء الله في حلقة تنزل الدهب مخصوص الدهب عموما بدأ يغلى في أمريكا والدهب العقود الأجلة ارتبعت في أمريكا الدهب خلال الفترة المقبلة سيزيد ومعنى أن سيزيد أيضا في مصر لأن الدهب العالمي سيزيد ففي مصر سيزيد معنى ارتفاع الدهب وانخفض الدولار أن اليورو سيرتفع لأن سعر العائد على اليورو سيكون أكبر لأن الفيضة الأمريكية ستنخفض الدولار ينخفض يقوم اليورو فإن أعيش برا في أوروبا أو في السعودية أو معايا دولارات حولهم يورو أفضل في اليورو من الآن سيحقق لك مكاسب أفضل يعني وبالنسبة للإقارات وكده دي بقى نصائح مختلفة يعني أن يحصل السعر السؤسسد ولكن هذا لم يتم فإذا أن أقدر أن أتوقع أن الأمر سيكون مختلف في الفترة اللي جاية فالتعويم اليوم وأسعار الفايدة الجديدة للأسف لن تحلي الأزمة والأزمة ستستمر بل ستستفحل الأزمة في مصر في الفترة المقبلة والدولار سيظل في تصاعد فيه خلال الفترة المقبلة لأن طبعا يكون البنك يرفع سعر الفايدة كده معناه أنه ما عندهش دولارات معناه أنه عايز يخزن يخلي الناس تخزن الجنات المصرية جوا البنوك وإن كان بنك الأهلي وبنك مصري بيخسروا من الشهادات لأن إذا هو البنك المركزي أنا أقاسب إذا البنك الأهلي أو بنك مصري بيقرض الناس بفوية 18 أو 19 أو 20% أو 22% ويتفعل أنه 25% بيخسر الذي يدعمهم هو البنك المركزي هو الذي يدعمهم هذه الفروق لهم من صندوق للتحوط التابع للسياسة النقدية فهذه النقطة التي أقول لكم عن الوضع للأسف والتفاعل الفايدة ستؤدي إلى كسب في الاتصال أيضا وستؤدي إلى تأثر للناس تأثر كبير جدا خاصة الفقراء وأرجوكم أنكم تهتموا بالفقراء في الفترة الجاية خاصة من أقرب مع هذه الأوضاع الاقتصادية أشكركم جميعا وتحيات لحضراتكم وكل عام وأنتم بخير